السلام عليكم ازايكم يا حبايب قلبي وحشتوني جدا صباح الفل والهنى والياسمين على عيونكم حبه اشكر كل المتابعين الجداد اللي دخلوا القناة وعجبتكم اه اتمنى اكون عند حسن ظنكم واللي اول مرة شفني اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلكم اشعار باي حاجة بتنزل على القناة اه صباح الخير هنا بقول لكم بقى ايه انا صحية من بدري اه متابعين القناة عارفين ان انا بصحى بدري جدا يعني الساعة تمانية والولاد اه كانت لسه نايمة ودي طبيعتي بصراحة انا بنام بدري وبصحى بدري لميت الغسيل الغسيل ده انا كنت نشراب الليل وكانت جو حر ونشف دخلت بقى المطبخ وهنا ابتدى الروتين بتاعي جبت اكبر حل عندي زرها تعملي فيها ايه يا شوشو اصبروا بس عليها هقول لكم هسيح فيها زبدة فلاحي استعدادا للشهر الكريم كل سنة وانتم طيبين عايزين نجهز حاجتنا كده قبل رمضان معايا كمية حلوة كده من الزبدة دول حوالي ستة كيلو من الزبدة تمام? اه لازم لما نيجي نسيح الزبدة نسياحها في حلة كبيرة علشان لو كانت الحلة دايقة الزبدة هتفور منك وهتبهدلك البتجاز ومش هتسيح بروحتها اما حاجة الحلة تبقى اكبر من الكمية بتاعتك كده انا خلصت كل الكمية اللي معايا اعرف ازاي الزبدة بتاعتز كانت حلوة ولا لأ هدوق حتا كده واشوفها لو بتدوب في البق هتبقى الزبدة بتاعتك دي جميلة بصوا بتدوب كده وده شكلها وعايز اقول لكم ريحتها جميلة جدا جدا دلوقتي هحضر الغداء بتاعي هجيب بصلايا مفرومة ومعصورة جدا من الميا وهحط كمان تلات معالق كبار من البقسمات ومعلقة كبيرة من البهارات بتاعت اللحمة ومعلقة كبيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح وهبشر كده جزت التيب هاخد نص واحدة بشرها هقلب كل المكونات دي مع بعض وهنزل بالكفتة بتاعتي دي كده كيلو من الكفتة وانا مش بحب ازود البصل فيها هقول لكم ليه لو انتو حطيتكم مية بصل كتير في قلب الكفتة الكفتة بتاعتكم هتفك ومش هتبقى متماسكة خالص زبطت التوابل بتاعتي تاني لقيتها محتاجة شوية فلفل اسود وشوية ملح علب كويس الكفتة مع التوابل مع البصل وهبتدي اشكلها واشوف كده المقادير بتاعتي مظبوطة ولا لا اهي مشاء الله اتشكلت معي هنبتدي نجهز الغداء بتاعنا على ما الزبدة بتاعتنا تكون ساحة ودابت كده لانها طبعا لسه مجمدة هصبح الكفتة بتاعتي على الخلة بتاعة الشيش طوق باخد اتنين مع بعض وبصبح عليهم الكفتة بتاعتي تمام كده بصوا ما شاء الله اهي دي كفتة الحاتي بأسهل طريقة. هعمل معكم واحدة كمان. اهم حاجة واحنا بنصبع الكفتة بتاعتنا لو تفتحت منك من فوق او من تحت بتقفليها كويس جدا جدا علشان ما تفكش منك. وبتاخذي مية البصل وبتصبعي بيها الكفتة. بتبلق ديكي كده حاجة بسيطة وبتصبعي بيها الكفتة. مية البصل بقى لما بتيجي تشوي الكفتة بتبقى طعمها رهيب. بصوا ما شاء الله اهو. شايفين? كانت مفتوحة من تحت وانا قفلتها. علشان تبقى متماسكة معي. بالشكل ده. هخلص كل الكمية بتاعتي واسبها آآ في التلاجة نص ساعة. بصوا ما شاء الله عملت كمية حلوة. حطولي لايك بقى. كان في حتة كفتة صغيرة عملتها كده بشكل دايرة. خلاص كده الكفتة جهزت على الغدى. والزبدة كمان ساحت. هحطها على العين الصغيرة. تمام? وهشو التنجان. هعمل معاكم صلطة بابا غنون. وكل شوية اقلق في الزبدة بتاعتي علشان ما تتحرقش مني. تمام? هي كده بتادت خلاص تستوي. بصوا. شايفين? ده كده شكل المرطة اهي. كونت معي مرطة. وابتدى اللون بتاعها هيبقى يعني غامق حاجة بسيطة. هخسل الموعين اللي تلعت مطرح محضرنا الغدى. هخسلهم مع بعض. وطبعا الكفتة في التلاجة. تمام? البتنجان بيتشوي. الزبدة على النار وكل شوية اشوفها وقلبها. وانا حطها على نار هدية جدا جدا. خلاص كده البتنجان بتاعة عمل. الشرط وهو صخت. هنعمله بطريقة صحية جدا. هنعمله في الخلاط. هنحط البتنجان رشة ملح معلقة كبيرة من الخل. رشة من الشطة حسب الرغبة. شوية كمون. عصي اللمون. وزيت زاتون. هنضرب كل المكونات دي مع بعض. هتتضرب معاك بكل سهولة. آآ طبعا انا بحط خلطة كده على بابا غنوب بتخلي طعمه حلو. دايما على طول في التلاجة بيبقى عندي فلفل وتوم ضربهم ومجهزهم. هاخد منهم معلقة صغيرة لان الفلفل حامي جدا. وهنزل بالصلطة بتاعت اللي انا عملتها. لو انت مش حابة تضيف الفلفل ده. حطي مع المكونات في الخلاط. وانت بتضرب البتنجان فصل من التوم. لان التوم بيدي طعم وريحة جميلة جدا لسلطة بابا غنوب. وكده اول سلطة جهزت معنا. وكمان الزبدة بتاعتي ما شاء الله ساحت وجميلة وسبتها لما بردت خالص. هحطها في علبة تلاجة. العلبة دي انا مخصصها للزبدة. كل ما اعمل كمية حلوة كده من الزبدة الفلاحي بحطها في العلبة دي. ده شكلها. ما شاء الله جميلة جدا جدا. واخر حبة بتصفيهم بالمصفة علشان ما يبقاش فيهم حاجة. وهنا انا خلاص بجهز بقى الغدى بتاعي الولاد كانوا جاعة جدا وطول النهار انا واقفة في المطبخ. فطبعا هم قالوا لي يا ماما خلاص مش يعني خلاص احنا جاعدين. ارحمينا. زي ما انتم شايفين كده انا بشوي على الشواية بتاعتي. ورحت الكفتة بقى ما اقول لكوش. ما اقول لكوش. يعني انا كنت جاعة وانا بعملها. هطلحها. اهم حاجة الكفتة ما تنشفش مني. قال لي بيها كده من جميع النواحي وانت واقفة. لانها مش بتاخد وقت خالص لما بتيجي تشويها على الشواية كده. والكفتة دي تنفع قوي في العظمات بتاعة رمضان. علشان سهلة وما تاخدش وقت ممكن تحضريها قبلها بيوم. او عندك عظومة وتشويها على الفطار هتبقى داملة جدا. هحط بقى الكمية بتاعتي. وكده الغدا بتاعي جاهز عملنا الكفتة الرهيبة دي. بصوا ما شاء الله. فتح فتح فتح. ادعين زي اقول لكم متماسكة جدا. بصوا. متماسكة جدا. تمام? بعمها حايا. آآ سلطة البابا غنوجة اللي احنا عملناها. آآ طبعا انا مقطع خيار. جرجير. والله العظيم يا جماعة طعمها. كأنك جايبها من بعدها. المرتا. دي المرتا اللي احنا طلعناها. الزبتة الفلاح اللي احنا عملناها. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تعمليلي لايك وتشتركي في القناة. تفعلي الجرس على كل عشان يجيليك اشعار باي حاجة بتنزل علي. شوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.